وفي ثغر اليمن الباسم وتحت شعار أماننا لتعزيز السلام المجتمعي نظمت مؤسسة عدن للفنون والعلوم ومكتب الثقافة بمديرية المنصورة مسابقة الرسمي النوعية الأولى لطلاب المدارس في المديرية مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي نظمت مؤسسة عدن للفنون والعلوم ومكتب الثقافة بمديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن مسابقة الرسم لطلاب المدارس في المديرية والاتقاءة تحت شعار أماننا بتمويل من مكتب المساعدات الإنسانية التابع الوكالة الإمريكية للتنمية وبالشراكة مع منظمة كير العالمية وتهدف المسابقة التي تقام برعاية من مدير عام مديرية المنصورة أحمد الداؤودي وتنظيم مؤسسة عدن للفنون والعلوم والشراكة مع اللقان المجتمعية وقسم الأنشطة المدرسية بإدارة التربية ومكتب الثقافة إلى تعزيز السلام المجتمعي بين طلاب المدارس من خلال المشاركة برسومات توحي بالوقاية والرفض للعنف القائم على النوع الاجتماعي وحماية المرأة وحماية الطفل على حد سواء شاكرة وقتكم اليوم معنا في هذه الفعالية التي تعتبر الفعالية الأولى للرسم في مديرية المنصورة تأتي ضمن فعاليات التي تقدمها مؤسسة عدن وهذه الفعالية تأتي ضمن مخرقات ورشة وقيمة في مؤسسة عدن من مخرقات هذه الورشة قمنا هذه الفعالية يعني عملنا إعلان في المؤسسة لطلاب مدارسا منصورة وللمشاركة في هذه الفعالية ضمن مبادرة أو مشروع العنف القائم على النوع الاجتماعي طبعا هذه الفعاليات تظهر مواهب الطلبة في المدارس نحن استقطبنا من عدة مدارس طلبة المبدعين في الرسم وهذا يهدف لإبراز الطلاب في المستقبل يعني كيف بيكون دورهم في التفنون التشكيلية وكمان نحن نقول إنه هذا أول مرة بالنسبة لنا يعني إن شاء الله باليام القادمة نستقطب الأكتر والأكتر في عدة مجالات ليس فقط في الفرنة التشكيلية وإنما في كفلنا التقافة بشكل عام يعني وشارك في المسابقة واحد وثلاثون طالبا يمثلون مدارس المنصورة بشكل عام بينهم طلاب من دوي الاحتياجات الخاصة اليوم يستعيدنا أن المؤسسة تنظم هذا الحدث المتميز في مديرية المنصورة برعاية معمور مديرية المنصورة أحمد الداودي وبدعم منظمة كير طبعا البرنامج اليوم هو عبارة عن رسومات مسابقة رسومات عن قضايا مجتمعية لحماية المرأة وحماية الطفل الفئة المستهدفة رسامين من الهواه من الأطفال من المدارس الكل متفاعل اشتركت فيه باللقاءة المجتمعية الرسامين السلطة المحلية عمل رائع وحجد كبير نتمنى لهم النقاح نحن بدورها كمؤسسة دائما نعمل على تشجيع هذه المواهب وسقلها إلى الإبداع تأتي هذه المسابقة التي حملت عنوان أماننا ضمن مشروع يحمل الاسم نفسه في إطار مبادرة تعزيز السلام المجتمعي في المدارس لوقاية الطلاب من العنف القائم على النوع الاجتماعي والذي قد ينتق عنه انعكاسات سلبية عليهم فالعنف ضد المرأة يلحق الضرر الكبير بالأسرة والمجتمعات المحلية من جيل إلى آخر محمد الصوفي قناة عدن الفضائية العاصمة المؤقتة عدن